وعودة للحديث الدكتور العليمي يناقش مع البنك المركزي إصلاحات القطاع المصرفي أعود مرة أخرى مع السيد وحيد الفوضعي الباحث والمحلل الاقتصادي أهلا بك معنا سيد وحيد مرة أخرى في هذه النشرة كنت قد سألتك البعض يقول من ناحية الإنفاق الحكومي البعض يقول أن الإنفاق الحكومي له تأثير كبير خاصة من البعثات الدبلوماسية مما يعرق الأداء المالي والمصرفي كيف تعلقون على هذا الطرح؟ بالنسبة للإصلاحات الحكومية في إطار الجانب الإيرادات قد فعلت الحكومة بعض القرارات التي ربما ترفع نسبيا من إيرادات الدولة لتغطية العجز الناتج عن موضوع توقف صادرات النفط ونتيجة الهجمات الإرهابية من قبل جماعة الحوثي الإرهابية أما بالنسبة للموضوع النفقات فالنفقات هي في الحدود الدنيا أعتقد أن النفقات ضرورية مثل القطاع المرتبات أو البند المرتبات والأقور والمصاريف التشغيلية اللازمة نعم هناك نوع من الزيادة العبثية في موضوع البعثات الدبلوماسية في بعض الدول التي قد ربما لا تستدعي الضرورة أن يكون لدينا موثلين دبلوماسيين فيها هذا جانب الجانب الآخر تقليص أيضا النفقات بالعملة الصعبة والتي تصرف لكم هائل من الوكلاء الذين لديهم بطالة مقنعة بمعنى أنهم لا يعملون متواجدين في شتى دول العالم ربما العمل الوحيد الذي يقومون به هو التغطية الإعلامية هذا جانب ربما على الحكومة اليمنية أن تعيد النظر في هذه النفقات وربما تعوضها بنفقات أخرى تشغيلية داخل البلاد ربما تعود بالنفع على المواطن المبالغ التي تصرف للوكلاء الشرعية طبعا وأيضا البعثات الدبلوماسية الغير لازمة ربما تغطي قطاع التعليم بشكل كامل فلذلك على الحكومة الشرعية أن تعيد النظر في هذه النفقات تفضل عزيزي طيب سيد وحيد لو تحدثنا بلسان المواطن متى سنرى انعكاسات هذه الاجتماعات وهذه الإصلاحات بشكل مباشر على معيشة المواطن أعتقد إذا استمر الوضع على ما هو عليه واستمر توقف صادرات النفط نتيجة الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي وتعرقلت القهود مع الأخشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالتسريع بجزء من الدعم المعلن عنه أعتقد أن الرؤية ضبابية وربما سيرى المواطن اليمني مزيد من التدهور الاقتصادي مزيد أيضا من تدهور أسعار الصرف وإن شاء الله تكون هذه النظرة خاطئة لكن المؤشرات تقول هذا الكلام لأن الموضوع النفطي يمثل أكثر من 58% من موازنة الدولة أو من إرادة الدولة في عام 2022 بينما بقية الإرادات تمثل 42% بمعنى أن النسبة الأكبر من الإرادات تأتي عن طريق إرادات النفط فإذا سمر تعطيلها مع توقف أو عدم وصول إلى تفاهمات مع الجانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ربما سيصل سعر الصرف إلى رقم قياسي جديد وهذا ما لا نتمنى نعم كنت معنا مباشرة من عدن وحيد الفودعي الباحث والمحل الاقتصادي شكرا جزيلا لك